شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبوري تسليم عقود عدد من الوحدات السكنية بحدائق العاصمة للمستفيدين ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تمكنت من أقل من عشر سنوات في تنفيذ نحو واحد ونصف مليون وحدة سكنية تسعون بالمئة منها لمحدود الدخل ما ساهم في حل واحدة من أكبر المشكلات التي كانت تواجه المواطنين مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه باستمرار مبادرة سكن لكل المصريين ومواضحا أن الدولة تدعم وحدات محدود الدخل بشكل كبير وبسعر أقل من سعر تكلفتها نحن في خلال أقل من عشر سنوات بنينا أو خلصنا وبنخلص وبنسلم أكتر من مليون ونصف وحدة سكنية نقدر نقول أن 85% أو 90% منهم في صورة سكن اجتماعي للشباب ومحدود الدخل وإسكان بديل للعشوائيات وتحديدا المناطق الغير أمنة لكن خلينا نتكلم عن الرقم مليون ونصف وحدة سكنية لو أنا بضرب في متوسط ما بين 4 إلى 5 أفراد في الأسرة يعني إحنا بنتكلم أن إحنا حلينا مشكلة إسكان لعدد في حدود من 6 إلى 7.5 مليون مواطن مصري في خلال فترة زمنية الحمد لله بكل المقييس فترة تعتبر فترة قصيرة بالمقارنة باللي تبنى على مدار 36 سنة قبلهم كلام ده لأن قضية الإسكان كانت أحد أهم مشاكل الدولة المصرية وأكثرها حدة وكانت دايما حلم لأي شاب أن هو يحصل على وحدة الحمد لله النهاردة بهذه الوحدات اللي احنا شايفينها كنموزك في مدينة حضائق العاصمة يعني إحنا بنحقق حلم لشبابنا أن يبقى آمن في أن هو بيقدر ياخد المقوى أو السكن المناسب ليه اللي يعيش بيه شكرا